وصلنا الثمانية وثلتاش ندقيقة حتى للتسعة متاع الصباح تنسوية نحلو الجريدة حل الجريدة علينا الجريدة بكل صراحة بشيولي مسلسل مين تحبو نبدو نبدو برياضة ولا بسياسة أنا الحقيقة بش نبدو بالمسلسل المتاعي اللي بشيولي كل يوم اللي هو يثير الحقيقة الإش مأزاز الغلاف اللي في كل مرة حقيقة ما يعطينيش بشي بش نقرأ الصباح الصحافة مثلا هاو كمرة أخرى بالله العظيم أنا بعمري ما كنت ننبر على زملائي في الصحافة اللي برشا منا بنحترمهم جدا ولكن الغلاف يحيو أنه مش ناقسين الشي هذا شوف فما نفق أظلم وعنوان بالأحمر بقى حكومة الشهد مستحيل سياسيا وعمليا هاي سيد يا علقلنا سيمون دري فضر هاو كي قدامك لاش بتشوفه أستاذ أنا ش نحب نقول لك الحقيقة ثم على الحكومة الحكومة اليوم قال لك بقاءها مستحيل هذا في الواقع شيء آخر لأنه إقالة الحكومة ونحكي على إقالة فرضية سيناريو إقالة الحكومة أمين طبعا ما نجم يكون كان دستوريين كان قانونيين وكن نقول دستوريين معناتها ما نجم يكون كان في البرلمان البرلمان التونسي ولحد الآن الناس كل عاجزة على إقالة يوسف الشهد وحكومته في البرلمان لأنها ما عندهش النصار واحد واثنين ثم طرف معطل لهذا القرار النواية المعلنة لإقالة الحكومة ونقصد طرف المعطل قتلة حركة النهضة اللي هي أهم قتلة في البرلمان هذا مهم جدا زياد على أن كتلة النهضة في حد ذاتها منقسمة بين مؤيد يوسف الشهد وحكومته بين معنتها معرض ومطالب برحيلها إذن الحقيقة الجدل هو جدل سياسي وقانوني والإعلام هو مطالب بمرافقة هذا الجدل لكن أن يتحول أمين إلى طرفه فهذا من شأنه أن يؤثر على مصدقية الإعلام عموما نحن كإعلاميين نقوم بدورنا فقط بعنتها سيكون عنا راي لكن نعبر عنه بطريقة مهنية معنتها لا نتحول إلى طرفه تصبح جرائدنا أو بعض الصحف يومين فيها منشات مع يوسف أو ضد يوسف في الواقع اللي كنت أتمنى أن يكون العنوان مع تونس خاصة في ظل أوضاع صعيبة وانهيار اقتصادي واجتماعي معنتها مقدم على مشاكل وقلاقة كبيرة برشاء طيب حابنا نتعديه واي سيدي خلينا نمشيو إلى مواضيعنا الوطنية بيش نبدأ بجريدة الصباح شنو اللي عندك الغادية؟ جريدة صباح في صفحة الرابعة بعد سلسلة الاجتماعات بمقره الاتحاد يتحول لثقيفة بني ساعدة ورائحة المال السياسي لإسقاط الحكومة بدأ التفوح من هي ثقيفة بني ساعدة؟ مايحك؟ طيب كما قبيلة كنا نحكو على مين سيلنس؟ أبالها بيتحدث أسمع أبالي حضر بواحدة أبالي حق سيئ 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 بني ساعدة بني ساعدة هي وعندها الحق لي أنو عملت طارة للمي ونحكو على ثقيفة بني ساعدة رجعنا للأمور لا أنا فهمتك رجعنا للأمور كذلك هو فهمك وهي تعطيوني التعليق أنا عارف كذكي لا هنا العنوان لافت للنظر أول حاجة فيه أصوص ملاحظات باش ما ننسوش معك برجة أنو الاتحاد العام التونسي كما بعض الإعلامين تحولوا للطرف الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح معانتها بالنسباله إقالة يوسف الشاهد وحكومته معركة عيات أموت وهذا قال وهو مأمنت ولذلك الاتحاد العام تونسي للشغل معانتها يبدو أنه طوى مثلا ماشي احتجاجات ومعانتها السراع اجتماعي كبيريا سينتظرنا لك جولة أقادمة ممكن لكن يبدو أنه الاتحاد يعمل الآن من خلال أنه تحولوا لمزار مزار معانتها للقوات جمعية المشامعة ملادينية والأحساد كل ما هو واحد ضد الشاهد خاصة يهز فليشته يقصد ربي بحثه سينوردينة طبوبة معانتها هذا واضحة الحقيقة وهذا يثير العديد من الأسلة أمين لأنه ثم من يقول أنه الاتحاد انحرف عن مساره ودوره مش إقالة الحكومات أو غير ذلك إنما دوره هو الاجتماعية وغير ذلك لكن الحاصل اليوم الواقع قدامنا الاتحاد طرف رئيسي في المطالعة بإقالة حكومة يوسف الشاهد لكن هل سيقدر على إقالتها هذا واحد طبعا بالقانون واثنين معانتها ما هي الخسائر التي سيجنيها الاتحاد بشغل الأربي الخسائر التي سيجنيها الاتحاد بعد تحوله إلى طرف سياسي تقريبا ومساند لبعض الأحزاب السياسية لحقيقة هون الاتحاد يعمل في طرح سمحني أمين في بهار شقمار بمصدقية الاتحاد بصورة الاتحاد على القيادة النقابية أن تتفطن جيدا وأن لا تساق نحو أنها تتحول إلى طرف ونحو أنها تتورط سمحني في مواقف ممكن تندب عليها أنا أعطيك أكبر حاجة مثلا المعركة اللي قادة الاتحاد اللي عم تنسي لشغل المعركة نقابة التعليم الثانوي وريتا كيفاش الاتحاد خرج منها في الطيقة التسعين وبقى خف الأضرار وتراجع كبير للوراء بعد ضغط الأسر وضغط المجتمع وغير ذلك ما أنت أأمل أن تكون حسابات القيادة النقابية المرضية مش كما حساباتها مع التعليم الثانوي لأن حاجتنا باتحاد قوي ويقوم بدوره وبعيد عن كنا التجاذبات أو الاستفافات السياسية طيب ربي سيمون ذري سيدي خودني على قد عقلي أنا من الحقيقة مش نرجع نفس نفس المعبوكة بتاع الواحد اسمنا عليك اللطف اللطف عليك اللطف عليك هاكا أخويا رد بالك على روحك رد بالك على روحك هاكا نرجع السؤال المطروح اليوم طيب اللي يسمع فينا وغيره وكأنه الاتحاد هو قاعد يمشي للأحزاب السياسية طيب قاعد ينرى أنه تقريبا كل المعادلات السياسية اللي في البلاد حتى البارح شفنا اللي هو اليوم ضيفكم اللي في ميديماد معناها سي جلول هو من الناس اللي يمشيوا للاتحاد ويقعدوا مع الاتحاد ويتشاوروا معنا على الحكومة على مستقبل الحكومة ورئيس الجمهورية يخرج ويقول ما نجموش نقدموا حد شي في البلاد هذه والاتحاد ما هو شارك معنا يجي معناتها الأحزاب الأخرى الكل تقولك الاتحاد هو اللي لازم يكون معنا ويحملوا المسؤولي الاتحاد الاتحاد يقولك أنا عندي منظورية وعندي مصدقيتي مع الهياك الامتاعي اللي هي كذا كذا دونك فلا شوف أمين الحاصل اليوم ما نحبش نقوله هناك بعض الحزاب والقوى السياسية نقوش قوى بعض الحزاب الصغيرة وكل شيء ما عنداش لا تمثيلية في البرلمان ولا تمثيلية في الواقع أيضا ولا أحزاب أخرى تفكت وحصلت فيها مشاكل كيمينيديا تونس هذه تريد الاستقوى بمنظمة كيف الاتحاد العام تونسي للشغل لتصفيت حسابات سياسية مع الشاهد وحكومته أو مع طرف سياسي آخر حزبي عقصد هنا حركة النهضة الحقيقة هذا ممكن يضر بالاتحاد العام تونسي للشغل الحقيقة أنا مع أن الاتحاد يلعب دوره الوطني كنقول دور الوطني هو فيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكن يلعبه بذكاء كما لعبه طيلة السنوات كل منذ تأسيسه إلى يوم الناس أما أن يتحول إلى طرف سياسي حزبي معاناة في الصراع السياسي فهذا ممكن عوقبه تكون وخيمة هذا فقط وش قلت سياسي لا لا فهم خلينا نتعديه أسيدي الجريدة المغرب فما تشكيله كله وكنت نجم تشوفوها في الصفحة الرسمية ماذا يريدون من الباجي قائد السيبسي وحاطده على فمه ومقابله ولده معاناة السيبسي الجنيوع وفما زادة قدامه الطبوبي معاناة نشوفه زادة في محصن مرزوق رأى في السليم الرياحي وماذا يريدون من الباجي قائد السيبسي هات ناخده من عندك في هذا التعليق اه امين كما في نفس نفس المكلم اللي كنت نقول فيه تقريبا انه هذا التجمع في خيمة الاتحاد كما سمت احد الصحف اه الهدف منه ضغط امين على الرئيس البيجي قائد السيبسي لإقالة يوسف الشهد معاناة واضحة معاناة تجميع اكثر ما يمكن والاحتمال سمحني بجبة الاتحاد او بقيمة الاتحاد لفرض واقع السياسي والواقع السياسي من اجم يتم من خلال الضغط اكثر ما يمكن على الرئيس البيجي قائد السيبسي ليمارس صلاحيات عبين ذفرين او ليمارس يستجيب لهذه الضغوطات وعبر اقالة يوسف الشهد لكن يبدو هذا السيناريو صعيب برشا لانه البيجي قائد السيبسي وهو السياسي لحقيقة المخضرب ويعرف وتربى في الدولة ويعرف آليات اشتغال الدولة ويعرف اساسا ان امين اهم شيء يعرف المرحلة السياسية الصعيبة ننمر بها الآن تعرف امين اه اقالة يوسف الشهد اليوم وحكومته سوف تدخل البلاد في حالة من عدم الاستقار تستمر على الاقل ستة اشهر او خمسة اشهر اخرين بيش نشكلوا حكومة اخرى انتروتانو تقعد الحكومة في التصريف العمال انتروتانو كيفش نبحكو مع الشركاء الاقتصاديين خاصة الدوليين اللي هما شركاء اساسيين اليوم لتونس حتى تستمر باشتعيش تونس اصلا ونقصد هنا المنظمات المالية الدولية المانحة الفمي والبنك الدولي وغيرها وايضا حتى مع الدول الاخرى اللي عندها معانا شراكات وعندها معانا تعاون كبير ياسر وخاصة الاتحاد الاوروبي وايضا بدرجة اقل الولايات المتحدة اذا الاستقرار في تونس امين مطلب مجتمعي واكثر من ذلك مطلب دولي دولي وبالتالي اقالة يوسف الشاهد في هذا الظرف هو مثالة لعب بنار وهي استقرار البلاد البيجي قائد السبسي يدرك ذلك جيدا اقالة يوسف الشاهد بيزدخلنا في حالة فراغ في حالة تحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال وبالتالي تتحول البلاد الى بلاد هي اصلا الان مشلولة وبحكومة قوية وبحكومة لها كاملة الشرعية معانا تشوف الاوضاع معانا اصعيبة اصعيبة باشا فما بالك لو نذهب الى حكومة تصريف اعمال ونقعد وخمسة ستة شرع واحنا كما نقول فيها نقعد في العود معانا الاوضاع لا تحتمل ذلك وبالتالي انا اقدر جيدا ان البيجي قائد السبسي سوف ينتصر لمنطقة الدولة ليس لمنطقة الاشخاص معانا انت ومنطقة الدولة يقتذي دعم الاستقرار علماء الدين يبحثون عن احتكار الكلام باسم الله والدستور تنسيقية دفاع عن القرآن والدستور ونشوفه انه تصوير نوردين الخادمي اللي هو مخدومة نخونا عندك تقرير او تعليق بعد الموقف اللي شفناه بعد التقرير اللي خرج حول لجنة الحريات والمساواة انا في نفس جريدة المغرب تدخل علماء الدين بين ذفرين او تدخل بعض المشيخ ورفضهم للتقرير دايه واعتباره يمس من اصول الاسلام هذا مش الخبر بالنسبة لي كان منتظر وعادي كما قلتكن لكن المهم جدا هو المقال الموجود في المغرب ومتاع الدكتور عبدالباقي عبداليف الهرماسي استاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية اقرأ واش قال يا امين اقرأ لي العنوان وتوشوف هذا المهم جدا تزامنا مع صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التسوية في الارث ثورة ثقافية نخبوية لمطلب مجتمعي انا هنا هاو صحيح هاو صحيح عندما خاصة عندما يصدر معان باحث ورئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة التونسية وانا هذا كان استاذي ورجل فوق الصراعات ورجل معانته عنده كفاءة علمية واكاديمية ويفهم ما يجري في رحم المجتمع التونسي لحقيقة الثورة التونسية وكما قاله في المقالمة يقول يا امينة ثورة التونسية قامت من اجل مطالب اجتماعية من اجل مطالب الحق في التنمية الحق في التشغيل الحق معانته في المساواة بين كافة الفئات وكافة الجهات كانت ثورة اجتماعية على الحق في التنمية والشغل وكل شيء لم ترفع شعار لا الاسلام في خطر وايضا لم ترفع ايضا شعار انو المرأة في خطر او مجلة الاحوال الشخصية في خطر او الاسرة في خطر هذا كم يقول الباحث الهرميسي الباحث في علم الاجتماعي هذا يقول طرف النخبة طرف النخبة السالونات النخبة الحداثوية ويقول اهم شيء المساواة في الارث ليست مطلب مجتمعي ليس مطلب المجتمع التونسي هذه مقاربة سيسيولوجية عندما لا تتحول لا تعبر عما يجري في الحم المجتمع التونسي فهي تصبح مجرد طرف سالونات وكل شيء المقال امين مهم جدا وجدير بانوية قراء من طرف الناس الكل بعيدا عن التخميرة وبعيدا عن الانتساء وبعيدا عن تحويل هذه القضية الى صراع سياسي حزبه لتصفيت حسابات سياسية لبلاد اليوم ظهر لي مش في حاجة عليها نكملوا مع رياضة قبل رياضة نكملوا مع الابدي وكلتوب مع الثقافة جريدة صباح اليوم تحكي على مهرجين الحمامات الدولي في الدورة الـ 54 امير كوستاريكا فايا يونان وجاهد واهبي في المهرجين الدولي بالحمامات رغم التكتم عرفنا على الاقل ثلاثة اسماء المهرجين مش بدم ثمانية جويلية يتواصل حتى لثمانتاش نقود وفهم برشة اسماء اخرى يقولوا مشكور موجودة وفي نفس الكاليبر هو كين قولوا كوستاريكا معناها يقولوا لحقيقة برشة ثقافة في كوستاريكا أمير كوستاريكا العظيم سينون بالنسبة للرياضة حبيت تبريد فقط ملاحظة صغيرة لأنه ديما يقعد مهرجين الحمامات فدال للمهرجين النخبة مهرجين مش النخبة كهو معناها هما المهرجين هذك مهرجين حمامات حتى لو كيد مش مشكلتو انه يعبي الكريسي الكل ولكن الاحسن انه يقدم برودوي به ومزين برودوي لحقيقة يعمل ست وستين كيف و ديما في مهرجين الحمامات اللي ان شاء الله نغطيوه التغتية المباشرة والانية وشكلنا عمنا ونعملنا تغتية سبيسيالة معك جي هنا ها ان شاء الله سنايا نشوفو زالة تغتية سبيسيالة لشنو تحكو سو مهرجين الحمامات الدولة انت في توني واستفرطوا باللونتينة اخويا غالب اخويا اخويا حتهوزها من الانقلابات انقلابات بشيخ ذرايك منظر في المياضة البرح ما علقناش على انقلاب حصل في تونس وفي العالم والله يحرم عليك البرح 21 جوان الانقلاب الصيفي يا رسول الله متعرفش في القلش الجغرافي البرح لا موش الانقلاب الصيفي 21 جوان كهو فما لا 21 جوان الانقلاب صيفي اما التوقيتم قد لازم تعطينا بالسجوند اجماع الحقيقة والله يحرم عليهم تولينا في انقلاب بات ابراهام وشاهد والغنوشي وسبسي وانسينا الانقلاب الصيفي وانسينا الانقلاب المهم اللي هو الانقلاب الصيفي والبارح تخلنا على بزه معناها في السيد وعلى ذاك اليوم جهان جهتنا مصيفة عندي شر مصيفة لما حالا انا فقط بك كان اليوم انت حكيت على انقلاب الصيفي انا بشان قولك يمكن يكون فيما انقلاب رياضي مش بش نبدأ بتصريحات معلول والمجموعة التونسية اللي موجودة عليك ولكن الصحافة البلجيكية الاخبار هذي نقام في جريدة الصابح في صفحة 15 الصحافة البلجيكية تحذر نجومها من استسهيل نصور كارتاج وأختيك الكيمل دونك هابتوا فما التخوف شوية من قبل بلجيكيا بالمنطقة بالتونسي وتقول راهو النجم يصنع الفريق بعد ما تشوفوا الماتش نضع لانجلتار دونك يقولوا ما تستسهلوش المنفسن تاكم لانجم يمشي لباريت بالفعل هذا العقل وهذه المودستي وهذه معناتها اللي في كاسيتي مثل حتى واحد لا تستسهل قصمك في أي مجال في المجالات وما تستسهلوش وما تحقروش معناتها النتيجة تنتهي وتتلعب على الميدان مش على الأوراق وعلى تهمينات الحقيقة أنا برغم ما تعرفني من هذا مش بقى شوف قرط قدام متعلق على قرط قدام مش يجوي أما توا ما عنارفش على روحي أنا بش نكتب على ماريولي شنوان غدو نلبس ماريولي أبيض غدو موطن ماتش موسيان رسمي لي نبي المعلوق عجبني انتي عشبتك الفاتحة معناها حبيت أخوية تعريش كيفيش بعد شوية ونقرأ الفاتحة ونقول لك حاجة ونهارة الماتش بش نتفرج وبش نقرأ الفاتحة مع معلول انساء ما نخرجوش بالدموع إن شاء الله لا يو حتى كان نخرجوه لما عندهش حتى علاقة كل حاجة في بوقع روز معنا نقول لك حاجة معلومة بربي بين ذفرين روى أنك تقرأ الفاتحة مش ونطبش تربح الربح روى على الميدان روح تجيبه الرجال أما هذيك التقوص دي ريتويل عجبني مصري اللي قال شفور شيكل وكل كيف دي ريتويل دي تقوص عدد تقليد كل شي نعملوها ملا توازي كل دا نحتيك حاجة بستيس ماش اللي فاتح تسائمي توازي كل في الفيسبوك الكل هتدع يا سيدي محل يا سيدي يا سيدي محل يا سيدي يا سيدي محل يا سيدي تبرك مش معناته هو مروى يزم يفهم هذا نسموه في علم الاجتماع ونقرأ المقار في علم الاجتماع فالانتروبروجيا التقافية في علم الاجتماع نحكو على التدين الشعبي التدين الشعبي رو ما عندوش علاقة بالاسلام السياسي وبالصراع حول السلطة وبراشة الغنوج وشي لا هذا لا 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 كملك هذا مهم التدين الشعبي هو تدين أمك وأمي والبسطة اللي يعتبروا مثلا الحركات الإسلامية الأخوانية هم حركات سلفية ضد أول الله صالحين وبالتالي وبالتالي ياسيدي التدين الشعبي احنا معاه ومعاه فتحت معلول ومعاه نقرأه حتى مش والفاتحة نقرأه حتى ياسين فياسين بنسبة للفيفا علقت على الرواية اللي قالها الجواغ المغربي لأنه الاربيتر انهارتها كان أمريكي وليم عليه لانه مرجعش لتقنية الفيديو وقال هنا هو على خاطر منحاز للفريق المنافس دونك هذيك اللي يصنع على الفريق وما كانش محايد بنسبة لما تشتونس الحكم هو جار مرو مروهو بش يكون أمريكي زادة إن شاء الله ما تكونش نتيجة كما منتخب المغرب سنون بالنسبة المعلول يقول سنعدل التشكيلة وقادرون على الفوز على بلجيكي وحنا نقوله امين هذا ما نتمنى وإن شاء الله يا ربي مربوحة للمنتخب الوطني التونسي قدم المنتخب البلجيكي غدوة الحي الماضي ساعة دونك نمشي وفلاشنفوتخ